اهلا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من المساء اليمني أعلن مكتب المبعوث الأممي هانس جروندريغ عن توصل الأطراف اليمني إلى اتفاق يشمل تنفيذ وقف إطلاق النار على مستوى اليمن بأكمله والانخراط في استعدادات لعملية سياسية جديدة بدعم سعودي عماني ورعاية أممية التدابير إضافة إلى إجراءة تحسين ظروف المعيشية تتضمن دفع رواتب القطاع العام واستئناف صادرات النفط إلى جانب فتح الطرق في مناطق متعددة من اليمن أهمها مدينة تعز بحسب مصادر متعددة فإن خارطة الطريق للحل المعلم باتت جاهزة بشكل نهائي غير أن تصعد الميليشيا لعملياتها في البحر الأخمر حالة دون إتمامها فالحنى وقت السلام في اليمن بعد تسع سنوات عجاف أم أن ما يحدث هو جولة أخرى من التلاعب بمصير البلاد خصوصا أن الحديث لا يزال على مستوى التصريحات ولم يترجم إلى مواقف أو اتفاقيات دعونا نذهب لمشاهدة هذا التقرير ثم نعون بعده للنقاش خارطة سلام بدعم سعودي وعماني ورعاية أممية هذا أبرز ما تضمنه بيان صادر عن مكتب المبعوث الأممي هانس كرولبرغ دون توقيع أو مضامين سلام أعلن المبعوث الأممي عن وقف إطلاق نار على مستوى البلاد واتفاق الأطراف اليمنية على مجموعة من التدابير المهمة لتعزيز عمليات السلام في اليمن وفقا للبيان فقد تم التوصل إلى اتفاق يشمل تنفيذ وقف إطلاق النار على مستوى اليمن بأكمله والانخراط في استعدادات لعملية سياسية جديدة برعاية الأمم المتحدة التدابير تتضمن دفع رواتب القطاع العام واستئناف صادرة النفط وفتح الطرق بما في ذلك طريق تعز وتخفيف القيود المفروضة على مطار صنعاء وميناء الحديدة وزارة خارجية الحكومة الشرعية رحبت بالبيان الصادر عن المبعوث بشأن الجهود المبذولة للتوصل إلى خارطة طريق برعاية الأمم المتحدة لإنهاء الحرب بينما وصفته قيادات حوثية بالمهين جدا والمخالف لما تم الاتفاق عليه وأنه يغض الطرف عن حقوق أربعين مليون نسمة وتعويضهم وإعمار اليمن كما ويحول طرف الحرب إلى وسيط يقال سلام سيء خير من حرب جيدة غير أن السلام في اليمن لا يشبهه شيء إذ يرغب اليمنيون بسلام يمكنهم من تجاوز محنتهم وإنهاء الأزمة الإنسانية الخانقة لكن وفي ظل هذه الظروب يظهر أن مسألة السلام في اليمن مجرد ترحيل للأزمة دون حل جذري اتشهد السلطة الشرعية انقسامات حادة عوضا عن كونها شرعية بلا أرض ولا سلطة ولا جيش ولا موارد وتعجز عن توفير الخدمات الأساسية للمواطنين كل هذا مقابل ميليشيا تمتلك ترسانة ضخمة من الأسلحة والموارد سلام يمنح الميليشيات سلطة وشرعية لتكوين هياك الإدارية بديلة وتحديد مسار البلاد بما يتناسب مع مصالحها الخاصة بل ويجعل اليمن بلدا مستباحا للميليشيا التي قد تتحول إلى سلطة معترف بها ومعها يزداد تأثير الدور الإقليمي وتدخله في الشأن اليمني مما يحصر البلد في مشكلاته ويجعله أبعد ما يكون عن السلام أهلا بكم مشاهدينا الكرام وأرحب بضيوفي الذين سيكونوا معنا خلال هذه الحلقة الدكتور علي أذهب الخبير العسكري والسراتيجي والذي سيكون معنا عبر سكايب مساء الخير دكتور علي مساء النور أهلا بك وأرحب الأستاذ بالقيس اللهبي الباحثة في مركز صنعاء للدراسات والتي ستكون معنا أيضا عبر سكايب مساء الخير أستاذ بالقيس خير أهلا بكم جميعا وسينضم معنا لاحقا الأستاذ موجيب شمسان الخبير في الشؤون السياسية والعسكرية عبر الهاتف إذن دكتور علي اتفاق سلام أممي أعلن أو أعلن عنه هانس جروند بريغ ويشمل على مجموعة أو على خارطة طريق لها مجموعة من المحددات منها وقف اطلاق النار على مسؤول يمن بأكمله ما هو تعليقك الأولي على هذا البيان أكرر ترحب المشاهدين الحقيقة وليس توقيع عن حق البحضة ولكن لان عن بين الأطراب تسمي هذه الأطراب كان الإشارة نا إلى طريق الصراع ورحب المشاهدين لهذه الأطراب بما في ذلك أيضا أدولك تضغط بهذه الأطراب المعذر منك دكتور الصوت بيقطع ليس قدر أسمعك بشكل جيد اسمح لنا سنعود التواصل بك لتوضيح الصوت أكثر وأذهب في هذه الأثناء إلى الأستاذة بلقيس أستاذة بلقيس إذن الأطراف المتحربة تتفق على وقف إطلاق النار والبدء بعمليات سلام جديدة برعاية الأمم المتحدة بحسب جروند بريغ كيف تقرأين الأمر؟ الأمر ليس جديد لكن لم نكن نتوقع أن يكون في هذه الفترة تحديدا بالذات بعد التطورات على المنطقة بشكل عام والحرب في غزة أو على غزة بالأصح لكن بالنهاية نحن نمر الآن تقريبا سنتين من البدنة التي تستهدف تحديدا المعارك على الحد الشمالي لليمن الجنوبي للسعودية وأيضا أنه وقف أن تطال النيران أماكن كثيرة بما يخص التحالف لكن بالنسبة للجبهات اليمنية هي جبهات ظلت صحيح أنها غير مشتعلة بشكل كبير ولكنها مشتعلة وظلت الطرق مقطعة وظلت يعني لم تكن هناك هدنة لليمنيين أيها صحيح أن المناطق التي كانت تعاني من الضربات الجوية ارتاحت كثيرا وعادوا إليها النازحين بشكل كامل لكن مسألة الرواتب هي حرب أخرى ومسألة تقيض حرية المواطنين في الحركة وغيرها من هذه الأشياء من الجيد أن يكون هناك سلام ومن الجيد أن تقف الحرب وأن يخرج التحالف من هذه الحرب لكن ليس هذا هو بداية السلام حقيقي وعادل لليمن بالتأكيد إذا كانت الأمور غامضة حتى اللحظة وما زالت ما بين قوسين الحكومة المعترفة بها دوليا غير منخرط أفلاق نعم إذا أستاذ بلقيس هل يوجد معنى للسلام في اليمن في ظل احتكار الميليشيات للسلاح هنا وهناك يعني هل يمكن يعني هناك من يرى بأنها فقط مجرد تأجيل للحرب هو اليمن تعاني من تأجيل مزمن للحرب وطويل هناك حروب في اليمن متعددة ظلت مؤجلة وتقوم ما بين ثينة وأخرى لكن لا نستطيع أن نقول أنه غير جيد لليمنيين مثل هذا السلام ولكنه ليس جيد على المدى البعيد على المدى البعيد بمعنى أنه السلام غير عادل وسلام قائم على منطقة القوة والميليشيوية والعصبوية وما إلى ذلك هو السلام يهدد بحرب قادمة نعم أستاذ بلقيس هناك يعني من يرى بأن أن هذه الخارطة لن تفرق كثيرا عن الهدنة السابقة التي كانت قبل سنتين لم تلتزم الميليشيوية بأي بند من بنود الهدنة السابقة على العكس يستفادت بشكل كبير وهناك من يخشى أن يعني تعاد نفس الحكاية خاصة وأن الميليشيوية لم تلتزم قط بأي اتفاقيات الخشية قائمة وقائمة جدا نحن نتعامل مع الميليشيوية الكوثي من فترة طويلة أو ما يسمون نفسهم أنصار الله لكن لا توجد بالنسبة لليمنيين لليمنيين تحديدا حلول أكثر جودة بالنهاية على الأقل في هذه الجولة هناك وعد باستلام الرواتب وهذا الأمر سيحرك على الأقل الاقتصاد الخامل وسينقض اليمنيين على الأقل لمدة ستة أشهر طبما كان هناك في الهدنة وعود بصرف الرواتب من خلال كانت وعود غير مثبتة داخل إطار موقع عليه أو متفق عليه الآن هناك من سيدفع كذا بالنهاية هناك من سيدفع من سيدفع لكن كم سيستمر ذلك أنا لا أعتقد أنه ينتج لأكثر من ستة أشهر إلى سنة وتعود الأمور إلى ما كانت عليه ليس في الحرب ولكن على الأقل فيما يخص الرواتب وحركة الاقتصاد اليمني نعم وغير أننا لاحظوا شيء أننا نتكلم عن الصد يمني وفتح موانئ الحديدة وعاكمنا الآن باب المندب بالكامل باب المندب بالكامل لا لنا ولا لغيرنا يعني أن تنفتح موانئ الحديدة هو نوع من يعني كأنها مزحة في ظرف زي هذا نعم إذن أعود إليك دكتور علي مرحبا بك مرة أخرى دكتور علي كنت تعطينا رأيك حول الاتفاق السلام الأممي الذي أعلن عنه هانس كرون بريك تفضل الصوت نعم الصوت واضحة تسمعوني أسمعوني جيدا ونحن نسمع كذلك تفضل طيب على العموم بالنسبة لهذه المسألة هو المبعوث الأممي أو مكتب المبعوث الأممي أشار إلى أن هناك توافقا حول اتفاق لوقف إطلاق النار وتنفيذ بعض التدابير الإنسانية التي تعزز بناء الثقة بين مختلف الأطراف هذه كنقطة ثانية والنقطة الثالثة هي الشروع في مفاوضات أو الاستعداد لمفاوضة من شأنها تحريك العملية السياسية بمعنى أنه سيكون بعد هذه الإجراءات عملية سياسية وقد تطول وقد تتعثر إذن في كل الأحوال من الذي كسب؟ الذي كسب هم الحيثيون في الأساس لماذا؟ لأن من التدابير الإنسانية التي ستدرج ضمن إعلان الهدنة الذي سيوقع أو ستعلن دون أن يوقع بشكل أو بآخر مثلا فتح الطرقات في تعز هذه الفقرة كانت ضمن الهدنة ولكن لم تؤكد لا لم تؤكد لأنها أشارت إليها بشكل منفرد وقالت أنه بمجرد دخول الهدنة حيز النفاذ يجري التفاوض بشأن فتح الطرقات في تعز ولم يقول تفتح الطرقات لذلك تعثرت وظلت إلى الآن الآن الحيثيون إذا أرادوا أن يعطوا هذا الحكم حقه وينفذونه فإنهم قد أخذوا مقابل ذلك سابقا وسيأخذوه لاحقا من خلال الهدنة السابقة والهدنة أو الوقت في طلاق النار الحالي يعني أنه سيكون هناك فتح الجزء أيضا للمطارات وللموانئ وفي نفس الوقت هم أخذوا النفط بحيث أوقفوا صادرة النفط وفي الوقت الراهن أضيف إلى إجراءات بناء الثقة بأنه يعاد استئناف النفط ولكن استئناف النفط كان مرهونا بتنفيذ تقبيض أو دفع المرتبات كما تنص عليه الهدنة التي سيجري التأكيد عليها أو بالتأكيد هي ستكون وقت تطلق النار إذن الحيثون ناوروا مناورة ذكية وستطعوا وفقا لظروف مختلفة أن يفرضوا على الحكومة وعلى الأطراف الأخرى اشتراطاتهم من حيث دفع الرواتب أو الاستمرار في فتح الموانئ والمطارات فضلا عن تمنعهم في فتح الطرقات في تعز وستفتح أو قد لا تفتح طرقات موجب اتفاق الهدنة الذي سيأتي أو اتفاق الغنار الذي سيحل قريبا فضلا عن فتح طرقات أغراف محافظة أخرى من محافظة الجمهورية ثم الدخول في عملية سياسية ما هي ضمانات دكتور علي؟ ما هي الضمانات؟ الجدوة من خارطة الطريق لا نعرف هل سيلتزم بها الحوثي أم لا كل الاتفاقات تقريبا لم يلتزم بها الحوثي فما الجديد في هذه الخارطة؟ هذه هي إشكالية هذه هي إشكالية لأنه لا يوجد يعني الهدنة يعني ليست لها أنياب بمعنى أو ليست لها مخالب ليست لديها عقوبات يعني تتضمن نصوصا تعاقب الأطراف على تخليهم أو تجاوزهم لإحكامها ولذلك هناك قد تكون هناك رقابة شعبية أو رقابة أمامية أو رقابة على مستوى الأطراف أو على مستوى المسطة وهذه الرقابة لم تعزز كما قلنا بمخالب أو أنياب فإنها لن تكون مجدية ربما طرحت مثل هذه القضايا في مشاورات عقدت هنا في القاهر بين 20 إلى 22 برعاة المكتب الأممي وأثيرت مثل هذه التدابير التي تلزم مختلف الأطراف إلى الوفاة بيحكامها واقترحت بعض التدابير ولكن كما يبدو أن العوامل الاستراتيجية الأكبر التي تحيط بالإقليم ومنها المناطق المشتعلة بالسراع ومصالح الدول الكبرى هي التي وضعت الحكومة اليمنية في المكان الأضعف وهي التي تدفع الثمن من حين إلى آخر وتستنزف من نقاط قوتها مقابل تعزز موقف الحنطين نعم إذن بالعودة إليك أستاذ بلقيس أستاذ بلقيس يعني هناك من يرى بأن هذا البيان بيان مهين جدا لليمنيين مخالف لما يفترض أن يكون عليه من إعادة إعمار للبلاد من يعني تعويض للسنوات التي مرت الآن سيتحدثون عن رواتب شهرية ماذا عن الرواتب السابقة؟ من سيدفعها؟ من سيعيد لليمنيين ما فقدوه خلال سنوات الحرب؟ للأسف هذا الاتفاق هو لا يخص اليمنين الاتفاق هذا تحديدا هو يخص خروج السعودية والتحالف من حرب اليمنين حتى مش التحالف كلها يعني إحنا بنتكلم الآن عن إلى حد ما نحن مش عارفين ما هو موقف الإمارات من هذا الاتفاق الاتفاق مهين لليمنيين لكن اليمنين هم تحت البند السارع الوصاية الدولية وهم وضعوا نفسهم تحت وصاية دول أخرى يعني اليمنيين كيمنيين بشكل عام أهانتهم الحرب بما يكفي السلام القادم ليس مهين بقدر ما قد أهانت الحرب أصلا بالأساس نحن نقول أنه سلام شائك سلام غير مستقر لأنه سلام يقوم فقط على إخراج السعودية من المأزقة التي فيه حرب اليمن لكن هل هو سلام بين اليمنيين؟ هل سيؤدي إلى فعلا حالة من الاستقرار بين اليمنيين؟ هذا شيء غير واضح من البيان المطروح ستحاول الأمم المتحدة تجويده قدر الإمكان وتحسينه بحيث أنه يصبح أكثر جمالا ولكنه بالنهاية لم يكن يفرق عن الهدنة من طرف واحد التي أعلنت قبل سنتين والتي لم يكن لها ملامح بالنهاية هذا هو الوضع ونستطيع أن نقول أن الحكومة اليمنية التي نتأسى عليها الآن ونقول أن مثل هذه الأشياء تقوض من وجودها هي قوضت وجودها أصلا هي قوضت وجودها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا هي أصبحت أضعف من أن تدخل مع الحوثيين في مفاوضات سياسية والآن تركت وحيدة تماما تخلي السعودي عنها تخلي واضح لكن بالمقابل نجد أنه قيادي مثل محمد البخيتي قبل أيام يهدد السعودية والإمارات بحسب موقفكم من التحالف التي ستجريها أمريكا في ذلك الوقت نستطيع أن نقول أنها ستسلم أراضيكم ومصالحكم النفطية من نيراننا وهذا كله يضعك أمام تساؤلات كبيرة جدا من الذي دفع المملكة العربية السعودية إلى استكمال مثل هذا الاتفاق بمثل هذه الشروط نعم إذن دكتور علي تحدثت الأستاذة بلقيس أن الحكومة اليمنية التي يعترف بها شرعية أصبحت أضعف من أن تواجه أو تقعد في طاولة مفاوضات مع الحوثي يحصف لنا مدى حجم هذا الضعف الذي تعيشه الحكومة الشرعية يعني حتى أن البعض يشبهها بدمية تتداول هذه المفاوضات بين الميليشيا الحوثية والتحالف في الحقيقة أنا لا أملك تفسيرا لما قالت زميلة ولكن هي تجيب أعتقد عن ذلك أنا أتصور أن هناك قيود وهناك إدارة فن الممكن وهي فعلا واقعة في موقع ضعف لكنها تستطيع أن تناور بما لديها من قوة على الأرض ويستطيع الموجودون على هرم السلطة وأعني بها ذلك أرضاء مجلس القيادة الرئاسي اتخاذ مواقف حتى مواقف أحادية ولذلك لمسنا بعض المواقف الأحادية التي تدعو إلى قعد مؤتمر وطني إذا ما يجري داخل البلد وما يجري من تهديدات في البحر الأحمر تمس السيادة اليمنية وأمن الإقليم والأمن الإقليمي اليمني وأيضا ما يتعلق بعملية السلام هذه التي لا تزال يلف بها الكثير من الغبش فالواقع الآن يقول أن الحكومة لديها قيود ولديها استزامة دولية وهي تعي أنها لا تستطيع أن ترفض في ظل ما تعاني من هذه القيود هي في كل الأحوال تناور في حدود الإمكان ولو تمكن هؤلاء الثمانية الذين يقفون على رأس هرم السلطة من تفاذي الأخطاء الموجودة وتجاوز خلافاتهم لكان موقفهم أحسن من أي وقت مضى وهم في حقيقة الأمر يملكون الأدوات الصلبة التي يستطيعون بها فرض إرادتهم أمام الحوثي في كل الأحوال أنا أعتقد أنه الهدمة التي مرت حققت اليمنين الكثير ولا ذهب إلى حيث ذهبت زميلة عندما قالت أنها لم تعني اليمنين لا بالعكس تنفس اليمنيون الصعداء عندما وجدوا أن هناك خضبا للتصعيد من حيث التحالف لم يشون هجمته على الإطلاق نعم هي ذكرت ذلك يعني هي ذكرت أن حتى عاد كثير من النازحين إلى هذه المناطق سترد أيضا أن الموانئ فتحت ودخلت السلاء تحركت المطارات أمن الناس من حيث أنه لا يدفع ابنائهم إلى المعارك أو إلى الكثير من المعارك يعني لم تكن معارك بل كانت مجازر تدي بالمئات بل والألاف على مدى الرعام ولذلك فيها كثير من الفائدة ربا ضرة نافعة لن نستمر في هذه الحرب ولن نخرج منها في نفس الوقت لكن إيقافها التدريجي سيقودنا إلى عملي السلام بإذن الله سبحانه وتعالى علينا أن أتفائل كثير أنا متفائل ولكن أرى أن ثمة الطرف سيدفع تمنى ذلك من هذا الطرف؟ في كل الأحوال الإشارة تقول أن الطرف الشرعية سيخسر كثيرا لكن من هو الطرف الأكثر لأنها مكونة من عدة رؤوس أعتقد أن من يتبنى القضية الوطنية الوحدوية سيلتف حوله الجميع وسيخسر من يتبنى قضايا ذات بعد تمزيقي أو ذات مصلحي بحيث أنه يكون نقطة العضاف أمام الجميع بمن في ذلك الحمثيين إذن أستاذة بالقيس أكثر من 30 مليون يمنيين ينتظرون أن تقود هذه الفرصة الجديدة أو تحقق نتائج ملموسة وحقيقة يصبح هناك سلام دائم هل تتوقعي قيل في البين أنه تأخر لأنه بسبب الهجمات التي قامت بها ميليشيا الحوتيب في البحر الأحمر وما تسبب من دعوة تحالف عالمي بحري لإيقاف هذه الهجمات أو لحماية البحر الأحمر كما يقول شوفي على مستوى المواطن مباشرة إذا دفعت الرواتب من الشهر التالي لتوقيع هذه الاتفاقية المواطن سيتنفس الصادة يعني إحنا لا نستطيع أن نتحدث وليس برنامج ما يطلبه المتبطلون هي مسألة تخص معيشة الناس معيشة الناس ستتأثر إيجابا إذا تم الدفع الرواتب بالرواتب تدير حلقة مالية جيدة بالنسبة للمواطنين اليمنيين لكن بالمقابل نحن نعاني في المنطقة كاملة بما في ذلك كل المناطق التي على البحر الأحمر إذا كانت ألمانيا ارتفع فيها الوقود إذا كانت فرنسا ارتفع فيها الوقود نتيجة الهجمات في البحر الأحمر فبالتأكيد هنا اليمن ستتأثر عدم وصول السلع منها سيكون عقاب لليمنيين أنها لا تصل أصلا إليهم السطن وثانيا أن الوصول إلى البحر الأحمر تصبح كل فتح عالية جدا الآن تصل السلع عبر الأردن عبر ممرات برية إلى أن تصل إلى اليمن هذا سيؤثر قليلا لكن وجود الرواتب في حد ذاته سيحدث انتراجة غير عادية لليمنيين لكن أقول لك أنه بالأداء الذي يؤديها الحوثي باستمرار سيعطيها الآن نرى أنه ممنوع إعطاء الإيجارات المستحقة للمؤجرين لمؤسسات حكومية وغيرها أنه نحن في حالة حرب وعدوان مانعهم منه وهم مستمرين في أنهم حتى اللي بيبيع العسل اللي هو النحان بيأخذوا منها الزكاة مش على حسب العسل اللي عنده لا على حسب ضائفة النوب اللي معه كم معه نحل فأنت بتتكلم عن دولة جباية ستظل تجبي ولكنها لن تعطي المدى كبير ربما تعطي الفترة إلى أن تطمئن المراقبين بين قوسين لكن ربما أنا لا أريد أن أرد تماماً للدكتور علي الذهب لكن أنا قلت في مقدمة حديثي أنه شعر بهذه الهدنة من كانوا في مناطق تطالها نيران الطيران وغيرها وعادوا النازكين إلى أماكنهم لكن أنا لا أرى في الحكومة الشرقية أي من الثمانية الموجودين أي رأس له أجندة وطنية أجندة وطنية نعم الحوثيين ليس لهم أجندة وطنية ومرتهانين لكن الحوثيين على الأقل عندهم قوة الفعل وليس الرد الفعل دائماً الحكومة حتى كنا نقول بأنها تنتظر الرد الفعل حتى الرد الفعل لم يعد موجوداً للأسف يعني موتي كلينيكي إلى أي مدى فأنا لا أثق تماماً بالحكومة نعترف بها شرعياً وبذات الوقت نعرف ما الذي يفعله الحوثيين بأموال اليمنيين فلا نستطيع أن نقول أنها نعم ستنفرج أحوال اليمنيين لفترة ولكن ليس هذا السلام الذي قد يدوم لمدى بعيد نعم إذن دكتور علي مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن قال إن الحكومة اليمنية والحوثيين التزم باتخاذ خطوات نحو وقف إطلاق النار الذي ينهي القتال المسمر بينهما منذ فترة في البلاد هل هذا مؤشر جيد أم مجرد مانشيت كما يقال إعلاني فقط إذا كان يتحدث عن عملية إطلاق النار بصيغتها التي يعني ما فوق الهدنة فأنا أتصور أنها لن تحصل هي ستكون مثلها سيكون وضعها ووضع الهدنة وهي كشرط وهي موضوع الآن الاتفاق المزمع ستكون في الرأس أحكام الاتفاق بمعنى أنه سيكون أولا وقف إطلاق النار ثم يأتي ثانيا دفع المرتبات ويكون ذلك بعد استيناق النفط لأن النفط حتى الآن الحكومة تحاول رفع سعر الوقود أو النفط في مأرب وهذا كله من أجل مؤجهة أعباء الرواتب التي اشترطها الحوثيون يعني على الحكومة وذلك أنا أتصور أنه سيدفع سكان المناطق الخاضع على الحكومة الشرعية بموجب الزيادة التي ستفرض عليهم الرواتب التي طالبها الحوثيون في خلال هذه المبادرة إذن هذه نقطة أخرى ولكن دعني أقولك أن مسألة وقف إطلاق النار هي شرط أساسي بمعنى وقف إطلاق النار ليس بمفهوم أنه سيكون هناك مراقبين دوليين إلا إذا كان هذا التوصيل هو أن يكون بحذافره فمعنى أن البلد سيشهد استثباب دائم وستدخل البلد مرحلة سياسية بناء على المحور الأخير من الهدنة والذي ينص أو كما فهمت بأنه ينص على الاستعداد للدخول لعملية سلام وهذا يعني أن هناك عملية سياسية ستجمع بين الأطراف السياسية المختلفة وسيجري مراقبة العملية الصرف المرتبات وهي على فكرة مسألة طويلة ومعقدة إذا كنا في ظرف الدولة اليمنية الموحدة المستقرة كانت الليجن تذهب لإستمر إلى 20 يوما إلى 30 يوما لتصرف مرتبة ثم تستكمل إجراءات ما بعد هذه العملية لمدة 15 يوم وقبلها يجري الترتيب لذلك لمدة 20 يوم يعني في حدود شهرين أو شهرين ونصف أو ثلاثة أشهر فكيف في وضع الحرب الآن الحوثي سرح أو صفر مرتبات أكثر من 60 ألف ضابط وجندي وحالهم إلى منهم من صفرهم بشكل من الدائرة المالية الصفر بحيث راتبه يكون صفر ومنهم من أقصهم حالهم إلى التقاعد من المرتبات ومنهم من أحالهم إلى البريد ومنهم من أعتبرهم فرارا إذن كيف ستصرف هذه المرتبات لمن؟ هل للميليشيات التي أحلها محل هؤلاء؟ والغريب في الأمر أن الحكومة طالب بكشوفة 2014 إذن تعالوا هاتوا كشوفة 2014 أو ما قبل سبتمبر 2014 ثم تنشأ هناك مشكلة جديدة سيقول الحسيون لن نصرف لهؤلاء إلا إذا صرفتوا لهؤلاء يعني بموازاة ثلاثمائة ألف ثلاثمائة ألف يندي أو أربعمائة ألف يندي وضابط نحن محتاجون أيضا إلى نصف ذلك أو الثلاثين من ذلك لدى ميليشيات الحوثية التي تصرف كمرتبات في كل الأحوال المسألة معقدة ويبدو أن الحوثي سيستفيد كثيرا يعني هو دائما المستفيد الأكبر دكتور علي الذهب كيف يستطيع أن يفرض شروطه بهذا الشكل؟ كيف يستطيع أن يكون هو الحائز على العديد من الميزات والمستفيد الأول والأخير مدى استفادته من فتح الموانئ هو من جنى الربح الكبير في هذا الجانب أيضا فرضه للجمارك والضرائب على التجار حتى على مستوى فتح مطار صنعا لم يقبل أن تأخذ شركة اليمنية مستحقاتها من البنوك والكثير من الأموال التي دخلت جيبها وهو مرتاح بعيدا عن أي مواجهات عسكرية هو استفاد كثير من مجموعة عامل وليس عامل واحد أولا صياغة الهدنة أو صياغة أحكام الاتفاقات فيما في ذلك اتفاق استكهل هناك ثغرات في هذه الاتفاقيات أو الاتفاقات أو الهدنة واستطاع أن يتجاوز ذلك بالرجوع إلى هذه الاختلافات الموجودة فيها أو تفسيراتها ولذلك لم يستطع الحكومة أن تستفيد من بند واحد في اتفاق السكول وفي نفس الوقت الهدنة لم تستفد منه شيء استفادت فقط المرفع العرب السعودية بموجب الحكم الأول من الهدنة الذي أشار إلى واقف العمليات الجوية والبرية طبعا ولكن البرية والجوية في الأراضي السعودية هي التي توقفت أما داخل الداخل الإيمني فلم تتوقف أو لنقول إن خفض التصعيد إن خفض التصعيد ولكنها لم توقف الجانب الآخر وهو كما قلنا هناك متغيرة الدولية والحوثي ليس وحده يدير هذه العملية يدير الصراع مع إيران وفي نفس الوقت هناك أطراف إقليمية عربية تحاول أن تدعمه نكاية بالأملكة العربية السعودية ونكاية بالحكومة ولديها مصالح داخل اليمن ثالثا اختلاف المكون السياسي الموجود في مجلس القيادة الرئاسي وفر للحوثي الفيوات التي يتسلل منها للوصول إلى هذه المسألة فضلا عن ذلك التآمر الدولي اليمن لا يراد له أن يتحد يراد أن يذهب إلى أقاليم مجزئة ممزقة وستطاع الحوثي أن يدرك ذلك مباكرا واستحوذ على جغرافية الشمال ويحاول أن يستكملها ما بعد يعني في ظل هذه القفزات يعني القفزات السلام ولكن أنا كما قلت أنه سيواجه تحدية في ذلك والقوى البطنية الموجودة على الأرض ما زالت على أسلحتها وستفرض إرادتها على المناطق التي تستعود إليها حتى وإن كان هناك خذلا من طرف أو من آخر نعم إذن العودة إليك أستاذة بلقيس يعني الاجتماعات بحسب المبعوث الأممي هانس جرونبريك أتاحت الفرصة كما قال لتبادل وجهات النظر حول الأدوار والمسؤوليات المحتملة لمختلف المعنين وذلك لضمان وقف الأعمال العدائية بشكل مستدام ما الذي يضمن برأيك فكرة إيقاف إطلاق النار بين الأطراف اليمنية دون العودة للخروقات خاصة ما كان يقوم بها ميليشيا الحوثي الألغام التي قام بزراعتها الجبايات التي أخذها من التجار وإلى آخر من الخروقات لا أخذها من المواجهة ما بين الحوثي وغيرها أنا أخذها من المواجهة ما بين الثمانية المجلس الرئاسي لأنهم مواجهون بعد تكوين المجلس الرئاسي بفكرة بسيطة بالحرب في شبوة وأنا إلى الآن أبحث عن الجانب الوطني الذي على الأرض والذي ما زالهم سكي بسلاحة ويواجه الحوثيين أنا لا أجد أنا أجد أن الحوثيين تحالفهم مع إيران تحالف ذكي إيران تستثمر فيهم بأقل الإمكانيات يعني بأقل الإمكانيات نحن لا نتحدث أن قوة الحوثي حصلت بعد اشتقال قوة الحوثي حدثت في 2016 وقوةها صارت في 2015 الحوثي لم يكن يعرف كيف يطلق مضاد الطيران في 2016 كم يطلب مسيرات مسيرات فبالتالي المكاسب التي يكتسبها الحوثي ليست نظرا لتآمر الأكوان على الحكومة الشرعية لا لا هذا نتيجة القوة الكبيرة للحوثيين هي فساد الحكومة المعترف بها دوليا وترخلها ومعاركها التي كانت تصب في جيوب قياداتها المعاركة التي كانت دعمت السعودية دعمت كما ذهبت كل الدعم هذا في جيوب تجار الحروب بما في ذلك الحكومة المعترف بها دوليا على قدر فساد الحوثيين فيما يخص نهب اليمنيين والجباية منهم لكن لم يكن بمثابة بمثابة وبمستوى فساد الحكومة المعترف بها شرعيا هذه العدو الأساسي لكن ما هي الضمانات؟ لا توجد أي ضمانات الضمانة الوحيدة التي يمكن أن تكون قد أخذت هي ضمانة أن السعودية لا تمس بأذى لكن ضمانات على المستوى الداخل اليمني لا توجد ضمانات ولن يهتم أحد لن يهتم أحد أنها تكون في ضمانات ولذلك لذلك هو إقبال مبشر بخير لفترة بسيطة جدا وأهم مدخلها هي مدخل الرواتب لأن الميناء والصادرات والواردات هذه أصلحت في خبر كان بعد تطورات حرب غزة وغير ذلك لا نجد أنه يعني لما نقول افتتاح مطار صنعة نعم جيد لبعض اليمنيين لكن لا يوجد كثير من اليمنيين يستطيع أن يدفع 700 دولار على أساس يركب طيارة ويطلع براها كان من صنعة أو من عدن أو من أي مكان فبالتالي إلى حد ما هي الرواتب هي الامتراجة الوحيدة إنما غير ذلك مرت الهدنة ونعلم حصلت اشتباكات داخل مارب حصلت اشتباكات ضلت الألغام الأرضية وتعز تحت مرمى النيران وضلت سبلها مقطعة ربما تمثرج في مسألة الفتح الطرقات لكن بشكل أساسي هذه الاتفاقية هي لخروج السعودية من هذه الحرب حتى بدون تحميلها قصص إعادة الإعمار نعم دكتور علي بحسب تقارير دولية تتزايد منذ مدة مساعي إقليمية وعالمية لإيجاد حل سياسي شامل لأزمة اليمن بالتأكيد تابعت زيارات وفدية السعودية وعمان إلى صنعاء جولات خليجية للببعوث الأمريكي إلى اليمن تيمو ليندر كينغ والأمم كيف ساهمت سلطنة عمان للوصول إلى هذا الاتفاق من دون شك هي اتخذت موقفاً يعني لا نقول أنه موقف رمادي ولكنه كان موقفاً واضحاً لم تنخرط منذ البداية في التحالف ولم تدخله على وجه البضوح وفي نفس الوقت مثلت محطة رحبة لتتحرك المفاوضين الحوثيين وجمعات استطعت أن تجمع بين يعني دعم الحوثيين إيران وبين خصومهم الشكليين على مستوى الولايات المتحدة والغرب أو على مستوى المملكة العربية السعودية يعني دارت الآن المفاوضات التي دارت بين الحوثيين بشكل مباشر مع السعودية أو بغير مباشر مع الولايات المتحدة كانت تحت رعاية سلطنة عمان أنا أنظر إلى الموقف بإيجابية رغم الكثير من النقد الذي يوجه لسلطنة عمان لأنها في كل الأحوال تدافع عن مصالحها القومية في منطقة حساسة لنقل البحري ولأمنها القومي ولأيضاً مخاوفة من الجوار أي أن كان هذا الجوار يعني على يمينها أو لا يسراء أو أمامها أو جنوبها ولكن في كل الأحوال هذه مسائل مباحة في عرفة السياسة الدولية وفي القواعد القانون الدولي لأن الخطر الذي يمكن أن يتمدد إليك من دولة مجاورة يتيح لك بأنك تخذ كافة الوسائل لكبحي من أن يتسلل إلى أرضك وكذا فأن حدودها وارتباطها مع المحافظات الجنوبية سواء من خلال حضر موت أو المهرة وهي في كل الأحوال المهرة ولكن أيضاً هناك امتداد طبيعي بحري مع سقطرة على مدار التاريخ هناك حسابات لسلطنة عمان وأعتقد أنها كانت ضمن جيورافيا اليمن ولديها أيضاً تحسسات وحروب دارت بين أنا أتحدث هنا عن الجيورافيا الطبيعية وأرجو أن لا يتحسس الأخوة العمانية من ذلك لأن قضية الحرب التي دارت في ضفار وبين في داخل سلطنة عمان ودعمها الحزب الحاكم في الجنوب أيضاً يثير ذيها قلع في هذا الشأن وذلك كان دورها واضح وأعتواناً وثم من هذا الدور لأنه دور يدعم عملية السلام حتى وإن كان هناك ملاحظة على هذا الجنب لكنها كانت واضحة ويتقرب وجهة النظر بين مختلف الأطراف وهناك أطراف يعني غرقت في دماء اليمنين وهي كانت تدعي أنها تدعم اليمنين وللأسف ذهبت بهم أشتاتان وميليشيات ومزقتهم ومزقت جوراثيتهم وهم يحسبون على أنهم يدافعون عن اليمن نعم إذن أستاذة بلقيس يعني برأيك من خلال هذا الاتفاق المعلن إذا ما تم ولم يكن مجرد اتفاقات يعني معلنة ولا تطبق على أرض الواقع ما هي القراءة الأقرب لما سيحدث في الأيام المقبلة أنا لا أستطيع أن أعطي قراءة قريبة جداً لما سيحدث في الأيام المقبلة لا نتوقع أبداً أن يخرج هذا الاتفاق إلى النور ما بين السعودية والحوثيين تتطور الأحداث بشكل دراماتيكي في المنطقة بشكل عام ولا يمكن أن نقول أن الحرب في غزة لن تؤثر لكن الذي أراه في المستقبل القريب أن الحوثيين أعطوا فرصتهم الذهبية هم في مواجهة الآن إلى أن ندخل في مفاوضات ترعاها الأمم المتحدة وتخرج منها السعودية ربما تدخل السعودية بعد ذلك كوسيط مثلها مثل عمان لكن الأكيد أنه الحوثي لن يجد نداً له في المفاوضات القادمة ولا أعتقد أنها تحدث خروقات كثيرة على الأرض إلا من قبله وليس من قبل غيره لكن الخشية الشديدة هي مواجهة تحالف الحكومة الشرعية فيما بينهما البين نظراً لي اختلاف المصالح ما بين الراعين الرسميين لكل مكون من هذه المكونات الموجودة في هيكل الحكومة الشرعية شكراً جزيلاً لك بالقيس اللهبي الباحثة في مركز صناعة كنت معنا عبر سكايل شكراً جزيلاً لك دكتور علي الذهب الخبير العسكري والستراتيجي كنت معنا أيضاً عبر سكايل وأيضاً كان لدينا مجيب شمسان الخبير في الشرع السياسية العسكرية ولكن أعتذر عن الظهور لانشغالها أو لأنه في الطريق لم يتمكن من الإجابة شكراً لكم أيضاً مشاهدين الكرام لحزن متابعتكم من لأن ألتقيكم في مساء يمانين جديد كونوا برعاية اليوم شكراً لكم شكراً لكم